مرحباً وانه ما كانوا يعني يحاربوا نظام عزائي كان عنده نوازن بس ما كانوا ما كانوا فيها الموضة انه نكون نسبة هلأ كانت الموضة غير يمكن مظبوط وكمانا ما كانوا بيعرفوا كل المعلومات اللي نعرفون هالا مظبوط ولكن نسبة السمنة والبدانية عم بتزيد والسبب لهالشي هيدا هو يمكن نمط حياتنا وبعض الاشياء اللي منعملها بدون ما ننتبه اللي ممكن انه تساهم بزيادة الوزن والبداني اليوم انا رح استعرض كم منيقات بركي الاشخاص اللي عم بيسمعونا او عم بيحدارونا ما بيكونوا منتبهين عن هالشي هيدا صح ممكن هيدا يساعدون انه يقدروا يسيطروا على نمط أكرم على طريقة على الوضع يسيطروا على الوضع من اول الاشياء اللي منعملها يمكن خاطئة هي وقت اللي نروح عالسوبر ماركت منروح تنشتري غراد ومنروح يمكن بعد نهار طويل تعبنين وجوعنين منصير منحط غراد بالشاريو ومنأكل تاني قصم نفتحه نفتحه ومنبلش نحنا عم نشتري مظبوط وبعدين الشخص هاللي بيكون جوعان بيصير يشتري غراد أكتر مما هو محتاج دونك هاي دي من الاشياء هلا اكيد يمكن مشكلة الناس بيصير معها هيك ولكن في فئة معينة من الاشخاص هيك بيقعوا بها المشكلة هاي بيصيروا كل ما بيروحوا تيشتروا غراد بيكونوا جوعانين لأنه عادة منروح تقيبة من نفس الوقت من نفس الترقم على السوبر ماركت منكون يمكن بإخر نهار أو بأول نهار ما تروقنا جوعانين منصير نشوف الاشياء وأكيد المغلفات نشتهيهم منصير نشتري أكتر نحنا منعرف إنه وطل بيكونوا الغراد بالبيت بكترة بيصير فيه إغراء أكتر وبيصير بصعوبة أكتر نسيطر على نمات أكل بيصير هنا زيت الشيرة ما نكون عم نعمل رجيم نتالي ومفتع البيت والأكل مش محضر صح بيصير نلقمش خبزة من هون شقفة جبنة شوية لبنة أو بيسكوتة أو بالسيارة ما نكون عم نلقمش نحنا وننوصل على البيت ما بيكون عنا الأكلة شو لازم نعمل لازم شو لازم نحط معنا بالبرات أو معنا بالسيارة أو بالبرات أكيد لازم يكون عنا مأكلات صحية رادي توقيت لأنه شو اللي بيخلينا ناكل يمكن إشياء دسمي لأنه ما عنا إشياء سهلة ناكلها وقت اللي نكون جوعانين أو وقت اللي يكون بدنا ناكل أكيد الخضرة بدأ وقت تنغسلها بدأ الفويكي بدأ تحضير صعب واحد يقشر بردقاني فرق ما تفتح كيس البيسكوت أسهل لك وأريح لك وتأكل اثنين ثلاثة أربعة خمسة بتكوني بعد ما بلشت تأكله كثير من المهم أنه نخلي حدنا أو بالبرات مأكلات صحية دايما رادي أنه وقت اللي نجوع تكون موجودة كرميلة ما نرجع نكوه على الخزين اللي فيها إشياء هو البلاء اللي راح ناكله كم كالورية لازم يكون أربعمية ماكسيما ما هيك البلاء حسب كل شخص استيفاني ما فينا نحدد كمية معينة ولكن بالإجمال بالإجمال يعني لازم يكون بين الأربعمية لخمسمائة سعرة حرارية هلأ في أشخاص وإذا أكلنا ثلاثة أربعة بسكوتات هولي طاروا الميتين وماش معنا صار مظبوط ومنكون بعد ما بلشتنا تناكل وهيدا بيردنا استيفاني لنقطة تانية كتير مهمة بدي أحكي عنا هي قبل الواجبة يعني نحنا وقت اللي نكون هلأ يمكن موسم أعيد معزومين عشاء أو بالعكس عزمين أشخاص قبل ما نقعد على الطاولة قبل ما يبلش تبلش الواجبة منكون أخذنا هالخمسمائة سعرة حرارية اللي عم نحكي عنا بين الجرات وبوشيات ويمكن كمان وهون نقطة كتيرة اللي يجب أن نتبهلها هي كل شيء يعني السعرات الحرارية اللي مناخدها ممكن من الجوزز أو من الدرينكس هون فينا كمان نخفف نسبة السعرات الحرارية اللي عم ناخدها قبل ما نبلش ناكل ما نشرب ماء مش بالضرورة نشرب ماء فينا ناخد أكيد إشياء صوفت درينكس وإذا جاء عابلنا نشرب إن كان كحول أو عصير ننتبه للكمية اللي عم ناخدها ما نرجع ناخد كاس تانية بس نقعد على الطاولة أو نعمل كوكتيل ما بعرف إذا جوزيف ولكن عم بيسمعني ولكن عادة نقطة اللي منخلط المشروب ووقت اللي منحط ألكول مع عصير أكيد بدون يزيدوا السعرات الحرارية خلينا ناخد إشياء سيمبل بدنا ناخد بوشيات نضل مسيطرين على الوضع ومنتبهين على الأشياء اللي عم نكلها دونك هيدا نقطة كتير مهمة قبل واجبة الأكل الرئيسية ننتبه شو عم ناخد لأنه كتير من الأوقات من نكون تعدينا السعرات الحرارية قبل ما نبلش واجبة الأكل دونك هيدا نقطة تانية دونك رحنا على السوبر ماركت أخدنا وبلشنا بالواجبة الأساسية شغلة تانية هي إنه كتير من الأوقات هلأ في كتير ناس قاعدين بالبيت مفرصين بياكلوا هنوا عم يحدروا تيفي بياكلوا هنوا على الكمبيوتر بياكلوا هنوا هنوا عم يحدروا هلأ إذا عم بترويقوا معنىش لأنه الترويق مهمة ولكن بالإجمال كتير مهم للشخص يعرف وقت اللي ياكل يستوعب إنه عم بياكل صحتين صحتين لكل اللي عم بترويق ومعلي رح سامح لكم إذا عم تترويقوا هلا زكنافة أو منقيش أو صحتين مرتين لكن كتير مهم إنه وقت اللي ناكل نكون ويعيين على هالنقطة هاي وهيدي شغلة كتير من الأشخاص هلأ بعصرنا السريع ما عنا وقت منكون حتى بالمكتب قاعدين عم نشتغل بيكون حدنا يمكن بيسكوي شوكولات يمكن حتى عصير عم نشربه ما ننا مستوعبين أنه نحنا عم ناخد سعرات حرارية وبس نوقف أكل أو بس يجي وقت الغداء أو وقت العشاء أو وقت الواجبة الأساسية منرجع من جوع من أول وجديد لأنه دماغنا ما سجل أنه نحنا كنا عم نأكل كتير مهم أنه نستوعب أنه عم ناكل ناكل نوقف غير كل شيء عم نعمله ناخد بريك حتى خمسة دقائية عشر دقائية ولكن ناخد بريك وناكل برواق عنده تندانس ينسح أكتر من يلي بيكل عمه له أكيد أكيد هايدي شغلة كتير بتأثر على زيادة الوزن الأشخاص اللي بتاكل بسرعة بتاكل كمية أكبر بوقت قليل يعني الشخص هاللي بيخلص صحنه بخمس دقائية بيقعد على الطاولة عشرين دقائية أكيد ما رح يظل قاعد مكتف خلال عشرين دقائية رح يصير يكل أكتر لأنه بدنا عشرين دقائية تيوصل المساج على الدماغ أنه نحنا شبعنا فإذاً بهالعشرين دقائية أكيد بيكون قطع كمية أكل مهمة وبالنهاية الشخص كمان مرة تانية ما بيستوعب أنه قدي أكل لأنه إذا بترجع بتسألي هالشخص قدي أكلت شو هي الكمية الأكل اللي أخدتها ما بيقدر يرجعي إليك لأنه بيكون أكل بسرعة وبيكون نسي كتير إشي أكلها لأنه ما فكر بشو عم يأكل كمانة شغلة تانية لما الواحد بلقمشه إذا ما بيحت بسحنه يعني بياخد لقم من هون لقم من هون بالنهاية ما بيعرف قدال الكمية اللي أكلها كمانة صح مشن هيك ضروري كتير أنه وقت اللي بدنا نأكل لكن قلنا وقفنا كل شي عم نعمله قعدنا تناكل عالطاولة وطلعنا وشفنا شو عم نأكل الميزة من مشاكل الميزة لأنه بيصيروا هالأطباق ينزلوا طبق ورا طبق من نرجع من قلع من أول وجديد قابليتنا بترجع بتزيد فإذا كتير مهم نسكب بسحنه ونشوف شو أكلنا شو رح نأكل لأنه إذا ما شفنا كمان القابلية والستايتي شبع بدي نظر كمان صح كتير مهم أنه نسكب بسحنه وطلقمش هو من الأشي اللي أكيد لازم أنت مع أنه نبدأ الأكل مع كبيتين ماي؟ ما كتير لا لأنه عادة وقت اللي منشرب حتى لو كان زيرو كالوريزي اللي هو الماي عم نوسع معدتنا وعم نعود هالمعدة هاي أنه ما تشبع غلا ما يكون عندها فوليوم معين سوى وقت اللي ما في ماي بس إذا شربنا ماي ما منشبع؟ منشبع؟ منشبع ولكن نهار اللي ما رح نشرب رح نعبي معدتنا أكل تنشبع لأنه المعدة بتكون المعدة تتبعت مزبوط تتبعت ميساج على الدماغ أنه هي شبعت بحاجة لأنه توصل لفوليوم معين إذا نحن هالفوليوم معين نوسعني كتير عم نوسع معدتنا وبالتالي وقت اللي ما عم نشرب رح نصير ناكل سعرات حرارية إضافية لون يمكن هاي دي بتساعد لمرحلة ولكن ما بتدوم نقطة كمان كتير بتساعد الأشخاص يمكن أو بتأثر على الأشخاص أنه يزيد وزن هلأ كتير في منتجات غزائية منتجات غزائية دايت مخففة بالدهون مخففة بالسكر وهذا الشيء كتير منيح لأنه ممكن أنه يساعد هالأشخاص لتخفيف الوزن ولكن أكيد لازم نعرف نقرأ الغليف المنتجات لأنه أوقات ممكن أنه الميساج ما يكون كتير واضح ونفهمه غلط من مايلي تاني ستيفاني وقت اللي منحكي عن إذا مثلاً عم نعطي بيسكويت دايت يعني منيكل أكتر من ما نحنا بحاجة لأنه دايت لأنه دايت وكتير من الأوقات معنا ما منحس بالزنب إذا أخذنا كل العلبي بدل ما ناخد كم حبة بيسكويت ليش؟ لأنه هيدا مطمئنين بالنا أنه هيدا دايت ومعظم الأوقات السعرات الحرارية بالمنتجات الغزائية بتوازي السعرات الحرارية اللي موجودة بالرغولر بروداكت هلا أكيد مكوناتها بتختلف بتكون أفضل ولكن بالنهاية نحن عم نفتش على السعرات الحرارية فإذا ننتبه وقت اللي منقرأ دايت مش يعني لازم ندوبل وناخد ثلاث مرات الكمية اللي نحن عادة مناخدها صح شغلة كمان وهلأ كتير ما مننتبه لها يمكن هي السعرات الحرارية اللي موجودة بالعصير بالسوفت درينكس اللي مناخدها خلال النهار أو حتى يمكن إذا مع الوجبات مثل ما كنا عم نحكي أنه السوائل عادة أفضل أنه ما يكونوا موجودين على الأكل ولكن كمان نسبة السكر والسعرات الحرارية اللي مناخدها من الجوزز صحيح طبيعي ولكن فيه سعرات حرارية عم بيزيد لنا كمية الكالوريز اللي عم نخرجها مناخد فايبر من حسم الشبع مزبوط مزبوط نشرب اللي كيد اللي بكبية فيه مزبوط صح ثنين أو ثلاثة كمية حساس فويكة فإذا مهم أنه ننتبه على هالتريكس هو يصغر مرسينا تاريخ خلص الوقت لليوم نحنا منرجع منشوكك جمعة تجاهل اللي راد وحبين يونيير إليك وللمشاهدين كمان أوكي مشاهدين على وقفة ومنتابعة اشتركوا في القناة